فوائد شرح كتاب اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم لابن تيمية قال رحمه الله حتى ذكر أبو يعلى الموصلي في مسنده حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا زيد بن الحباب حدثنا جعفر بن إبراهيم من ولد ذي الجناحين حدثنا علي بن عمر عن أبيه عن علي بن حسين أنه رأى رجلا يجيء إلى فرجة كانت عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم فيدخل فيها فيدعو فنهاه فقال ألا أحدثكم حديثا سمعته من أبي عن جدي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تتخذوا قبري عيدا ولا بيوتكم قبورا فإن تسليمكم يبلغني أينما كنتم قال وأخرجه محمد بن عبد الواحد المقدسي الحافظ في مستخرجه نعم وهذا من ذرية رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن أقاربه وهو علي بن الحسين رضي الله عنه جده رسول الله صلى الله عليه وسلم جده لأمه وجده لأبيه علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأمه أو جدته فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم فهو من بيت النبوة ومن أفضل آل محمد صلى الله عليه وسلم أنكر على هذا الرجل الذي يأتي إلى فرجة عند قبل النبي صلى الله عليه وسلم لأن النبي صلى الله عليه وسلم دفن في حجرته في حجرة عائشة والحجرة فيها فرج وتركت على طبيعتها فكان يأتي ويستئنتهز هذه الفرجة ويقف عندها ويسلم على النبي صلى الله عليه وسلم ويصلي عليه فخش عليه عليه علي بن الحسين خش عليه من الغلو ودعاه وقال له لماذا تأتي هنا قال آتي وصلي على النبي صلى الله عليه وسلم قال ألا أحدثك حديثا عن أبي عن جد رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال صلوا علي حيث كنتم فإن صلوا علي فإن صلاتكم تبلغكم حيث كنتم ثم قال ما أنت ومن بالأندلس إلا سوى فلا حاجة إلى أنك تذهب إلى قبر الرسول لتصلي عليه بل صل عليه في أي مكان من الأرض وهذا يبلغه صلى الله عليه وسلم والله جل وعلا قال يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما ولم يقل عند قبره بل قال صلوا عليه وسلموا تسليما يعني في أي مكان لأنك وإذا جئت لتصلي عليه عند قبره فهو كما لو جئت لتصلي الفريضة عند قبره سوى معنى هذا أن هذا من اتخاذه مسجدا ونحن منهيون عن ذلك لأن هذا وسيله إلى الشرك فإذا كان هذا الحديث خرج من آل محمد ومن ذرية محمد صلى الله عليه وسلم التي يغلو بها من يغلو ويدعونهم من دون الله وهم ينهون عن ذلك ويبلغون عن جدهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن ذلك فهذا يفطل كل ما يتعلق به الخرافيون نعم قال رحمه الله وروا سعيد بن منصور في سننه حدثنا عبد العزيز بن محمد أخبرني سهيل بن أبي سهيل قال رآني الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب رضي الله عنه عند القبر فناداني وهو في بيت فاطمة يتعشى فقال هلما إلى العشاء فقلت لا أريده فقال ما لرأيتك عند القبر قلت سلمت على النبي صلى الله عليه وسلم فقال إذا دخلت المسجد فسلم ثم قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تتخذوا قبر عيدا ولا تتخذوا بيوتكم مقابر لعن الله اليهود اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث ما كنتم قال ما أنتم ومن بالأندلس إلا سواء نعم وهذا طريق آخر عن الحسن بن الحسن نعم فالأول عن ابن الحسين علي بن حسين أي وهذا عن الحسن بن الحسن بن علي نعم فاتفق النقل عنهما جميعا رضي الله عنهما على أنهما أنكر على هذا الذي يأتي ويتحرى الدعاء عند القبر أو اتصالات على النبي عند القبر أنهما خشي عليه من الغلوب فنهياه عن ذلك وأبلغاه قول الرسول صلى الله عليه وسلم بأنه نهى عن اتخاذ القبور مساجد وقال صلوا علي حيث كنتم فإن صلاتكم تبلغني ثم قال الحسن بن الحسن رحمه الله ما أنت ومن بالأندلس يعني بالمغرب إلا سواء فالصلاة تصل في أي مكان وأنت في أي مكان ولا يشرع لها أن تأتي عند القبر إنما تأتي عند القبر إذا قدمت من سفر إذا قدمت من سفر لتسلم على الرسول صلى الله عليه وسلم سلام الزيارة فتقول السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته كالسلام على الحي وهذا خاص بمن قدم من سفر أما إن كل من بالمدينة مقيما أو ساكنا يأتي كل يوم أو كل ساعة عند القبر ويقول أنا أصلي وأسلم على الرسول لأن الله أمرني بذلك نقول نعم أمرك بالصلاة والسلام عليه لكن لم يأمرك بالتردد على قبره قد قال صلى الله عليه وسلم لا تجعل قبري عيدا لا تجعل قبري عيدا يعني تتكرر الزيارة إليه والجلوس عنده عيد مكاني يعني لأن العيد قسمان عيد زماني وعيد مكاني فالمكان الذي يجتمع فيه بالمناسبات يسمى عيدا فهذا مما نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم لأنه يفضي إلى الغلو وإلى عبادة غير الله عز وجل